تحياتي أهلا سهلا فيكم في فيديو جديد من قناة سلفي سبورت اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد اليوم بعد تعادل من يونيتد وتشيلسي تعادل القمة الإنجليزية بنعمل كالعادة بعض الدروس والملاحظات اللي تعلمناها من هيك مباراة كبيرة وأثناء مشاهدتكم هذا الفيديو دائما بذكركم أنه أنا بحتاج اللايك منكم عشان هات بساعدنا نوصل الجماهير في الدور الإنجليزي أكثر وأكثر إجي التعادل وشوفنا شرط أول من اليونيتد تقريبا يعني زي كأنه فريق بحاول يضل في الدوري مش فريق بديو يحاول يقرب لدور الأبطال فريق بحاول يهرب من الهبوط هذا الأداء في شرط الأول اللي شفناه أقرب لذلك الشرط الثاني تحسن الفريق كتير وتحسن جدا وتحديدا بعد الهدف هنا بخليني أشوف أنه فيه أزمة ثقة بهذا الفريق وقبل ما نحكي أنه را فرانجينيك لازم يحط فلسفة وبناء لعب وشبكة انتقالات لازم يعالج العقلية بذلك الفريق اللي ظهر في بعض المباريات هذا الموسم مستعد يلعب عشان يخسر بأقل نتيجة وكان واضح عليه ذلك هذا العقلية نهارت شوي أذكر جيدا لما إيجا يورغيني كلوب علي بربول كان دائما يكرر العقلية لازم أعالج العقلية قبل ما أعالج الأداء قبل ما أعالج الفلسفة لازم أعالج عقلية الفريق وبعدها كل شيء حيصير ممكن أن أحققه وهذا واضح أنه لازم يكون الهدف الأول اليوم الهدف الأول ليونايتد جاء بالصدفة ما جاء من هجم مرتدي هذا ليس هجم مرتدي جاء من هفوة من الخصن بس بعد الهدف شوفنا فريق بتقدم فريق بيضغط فريق بيقف على الكرة فريق بيبادر فريق بيحاول قبل الهدف كانت حالة الشك مسيطرة واضحة بصراحة مباراة ثانية رغم عدم فوزه فيها دوخيل بثبت في المباريات الكبيرة أنه هذه ثابت انفعاليا بشكل جيد في الشوط الأول كان عارف أنه يونايتد بيستنى على هفوة وبالتالي ما أعطاه كثير مساحات للارتداد لكن جاءت هفوة جورجينو من حيث لا يحتسب هو واطلق الهدف زي ما شفنا لكن بعد ذلك كان هادي ما نفعل ما ندفع بشكل مبالغ فيه وظلوا يستنيجي التعادل وفعلا خدمته ركلة الجزاء بالتعادل بس الهدوء هذا شفتوا معها بالسيتي صح خسر شفتوا معها بيلا بربول لما نقص عدديا وشفتوا معها بكثير مواقف الموسم الماضي يبدو أنه تخيل وصل المرحلة هادي اللي بيكون فيها المدرب ناضي جدا وهذه المرحلة بتزيد صعوبة مواجهته بهذه الفترة تشيلسي اليوم ما قدم أحسن مبارياته تشيلسي اليوم شفنا عنده هفوات واضحة لكن بنفس الوقت أنا لاحظت أنه تخيل رغم انفعالاته اللي كان يعملها خارج الملعب لكنه مدرب هادي في الملعب وهذا بيخليك تقول ممكن هذا المدرب بيقدر يتحمل الضغط تعسيته لبربول لآخر أسبوع في الدوري طبعا مسألة عدم بدء رونالدو من أهم النقاط اليوم لكن أعتقد الشوط الأول اللي شفناه بيشرح ليش مبلش رونالدو الفريق مش هيكون معاه كرة الفريق مش مهتم يسلم كرة الفريق ما عنده استراتيجية للارتداد أصلا فبالتالي ينزل اتنين أسرع وحاليا لأنهم أصغر عمرا وأعلى مهارة من رونالدو سانشو وراشفورت فهذه كانت الاستراتيجية على أمل أنه مهارة من المهارات توصل المرمى والفريق اللي مش ناوي يمسك كرة والفريق اللي مش ناوي يهجم والفريق اللي بس بدي يكتفي بالدفاع ما بيلزمه رونالدو بكل بساطة وبالتالي هذا الشي اللي حصل اليوم مش شي بيقلل من رونالدو بقدر ما هو بيقول أنه شوفناه بالشوط الأول لا يناسب أنه يكون رونالدو في أرض الملعب واليوم يونيتد وصل له درس مهم جدا أنه الدفاع نعم نتكلم منظومة دفاعية وهذا الكلام هذا أكيد لكن قبل ذلك فيه شغلتين مهمات تركيز اللاعبين ومسألة كل واحد يكون عارف دوره الفردي في الملعب اليوم يونيتد بغض النظر عن الهفو اللي صارت في بداية المباراة ما بعد ذلك كأنه نشوف فريقه مركز بشكل كبير مدافعين مركزين وأيضا توزيع أدوار واضح مين حيراقب جيمس مين حيراقب أودوي مين حيتغيروا بهذا الشكل فالتوزيع الأدوار والتركيز هدول الأساسيات ما فيه في دفاع قوي مدافعين وبفقدوا تركيزهم زي ما كان يصير مع يونايتد ما في منظومة في الدنيا ممكن تشتغل وتوريك إنها منظومة كويسة إذا المدافعين فقدين التركيز شوفوا اليوم يونيت شيلسي منظومته قوية وإحنا متفقين على ذلك لكن حالات فقدان التركيز الموقف أو 2 أو 3 راحوا ما يخلوه يخسر فالتركيز أعلى أهمية من المنظومة 100% في حلقة صابقة وربما جميل تشيلسي ما عجبهم الكلام قلت مستحيل تقدر تكمل الموسم بس يسجل لك جيمس ويسجل لك شيلو مستحيل لازم فيه حدا بالصندوق يسجل لازم فيه حدا بالصندوق تبحث عنه تدور عليه الكرة لأنه لما يكون هذا بالصندوق وإنت بتدور عليه في المباريات اليوم المهمة راح يراقبوه الخصوم هون بيفلت جيمس وبسجل الآن تشيلسي من حسن حطه خيل إنه عنده لوكاكو رجع من الإصابة الآن لازم يبلش يشتغل إنه لوكاكو يكون هو الهداف لوكاكو يكون هو صاحب التهديف الأكبر نعم الناس صاروا تقول لك السيتي طيبة وبدون هداف بيجي بالدوري لأنه جوارديونا لفل تاني وشكل تاني مختلف تماما عن الكرة اللي بيلعبها تخيل في التفاصيل الهجومية فالاثنين بيلعبوا بفلسفين مختلفات بفلسفة تخيل أنا مؤمن تماما للفريق هذا ما راح يقدر يكمل في شكل كويس بالدوري بدون ما يقدر يوظف يا لوكاكو يا فيرنر كهداف هذه المباراة كانت مهمة جدا لسانشو على المستوى المعنوي يسجل هدف فريقه ما يخسر يبدأ أساسي على رونالدو هذا الشغل كبير جدا وبعد المباراة الماضية فبالتالي هو بلش يثبت للناس أنا لما تعطوني حريتي تعطوني ثقاتي بنفسي أنا بستاهل الاهتمام اللي كان فيه بستاهل إنكم تحاولوا تشتروني وهذا فعلا سانشو والآن الأمل كله بيرارف لما ييجي شافوا بالدور الألماني بيعرف قدراته فعلى الأغلب حيقدر يوظفوا بالمقابل أيضا لعبنا المغرب يحكيهم زي ياش عم بلحب مباراة ثانية بعد مباراة الكبيرة ضد اليوفي مباراة اليوم مقبولة مواقف مهمة لكن دفاع يونيتد المتكتل دفاع يونيتد المركز حاربوا من بعض المواقف لكن قدم مباراة أيضا مقبولة جدا غلطة أو غلطين بس بدنا نوصل لجورجينيو اللعب الليل مش تمام أبدا صح سجل ركلة جزاء وأنا كنت مرعوب هو بيسدد مع أني صراحة مش هو من اللعبين المفضلين لكن كنت مرعوب عليه يعني تخيلوا بعد ركلة جزاء إيطاليا والغلطة اليوم يروح مضيع ركلة جزاء لا حتكون كارثة كبرى فيعني أنا في صراحة سعت أنه سجل مش عشان لا تشلسي ولا يونيتد عشانه كماني آدم لكن جورجينيو مش تمام تميراته الخاطئة اليوم تميرات قصيرة خاطئة أكثر من موقف يعني مسألة قوة الكرة مش قادرة يتحكم فيها تلاعب هذا مش تمام بعض اللعبين ما بتناسبهم النجومية المطلقة ما بتناسبهم المنافسة على الكرات الذهبية بعض اللعبين بحبوا عيشوا بالصف الثاني بيكونوا رائعين مهمين مميزين لكن لو دفعتهم كثير الإعلام والضغوط وصير الإعلام يركز محهم بكل لقطة ويضيعوا ركل الجزاء ويركزوا عليهم زي ما صار ممكن ينهاروا مش الكل بيقدر يتحمل هذا اللبل من ضغوط كرة القدم وبنختم مع لقطة أخيرة صارت في المباراة ولفتت انتباهي اللقطة اللي عصب فيها تخيل بشكل واضح في آخر دقيقتين لما رونالدو دخل كان متسلل فتحصل على ركله كنية اعتراع التخيل كان فيه جزء منطقي انه انت بتعطيه ركنية وهو متسلل وبالدقيقة الأخيرة ممكن يسجل ويغلبني بس هو متسلل ففكرة عدم رفع الحكم الراية خلت بعض الحكام شوي يتراخوا في مسألة الراية يعني خلتهم يتراخوا بالتركيز وبالتالي انت لما تقول لي الفار انا حرجع له بس لو رونالدو جاب جول طب رونالدو ما جاب جول وراح تركنيه لكن هتسلل فهدي هو كان معاه حق بهذا الاعتراض ومسألة اعتقد لازم الفار يرجعوا يفكروا فيه بعد المسألة مسألة التسلل والفار لانه بعض الحكام فعلا صاروا يتراخوا بتركيزهم بالراية امرهنين انه فيه وراهم كاميرا حتجيب التسلل وتحميهم فمثل هيك موقف يعني تخيل معاه بنوصل هون لنهاية هاي الحلقة حاولت احكي شوية نقاط سريعة من وحي هذا اللقاء بتمنى يكون الفيديو مفيد للكم والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى